ازايجة يا جماعة انا شهان لنبات ميليس النهاردة اول حلقة من حلقات الخلطة المصرية معانا الشيف كلحة شيف اردني من الكويت ومعانا الشيف محمد حازم ملك البشامال النهاردة الشيف حازم ملك السلام هيعلمنا كلنا ازاي بيعملوا الملوخية المصرية بس بطريقة مصرية مصرية المبدان كده الملوخية اصلا بتتعمل في الوطن العربي كله بس المصريين هم اللي خرطوا الملوخية هم اللي فارمي اللي ملوخية هم اللي خرطوا عليها بالظبط هنعمل الفرخة وهنعمل الملوخية وهنعمل روز بالشعرق ناخدها كده بس نسمي عليها طبعا متنظفة وخالصة لو طبعا احنا ممكن نشيل الزوايد الجلد اللي فيها ونصب عليها المية احزتلك كمان زي ما قلتلي بالظبط احزتلك كده خبرتها بنفسي احزتلك كده ملوخية ها ملوخية فريش نبدي ايه سامة الله خصوص احزتلك كده مشا ايه الشعرية كده مشا انتش عمل مريحة احزتلك كده مريحة النهاردة النهاردة حطيت ايدي تحت دقنا بولا ومسكت العظمات كده شاهان عندك فكة ليه سموها ملوخية عشان جاي من كلمة ملوك ملوكية عاوزين نعب في حكاية الشهر الشهر بصول قريبت قصة كانت اسطورية شوية برضو هو نفس الحاكم بعمر الله برضو هو نفسه كان الطبخ الطبخ اتأخر عليه في الملوخية فبعت له السياف عشان يقتله فهو بيحط الطرشة لقى السياف رحشا لا يرحمه بقى كده حلوة كده جميلة دي كده كويس ونحطها تاني من هنا من هنا اتقل بيها نشغل الفلن نغطيها كلها وتشمو بقى شمو خمينا نحط تدرك شمو دي كده اوه اوه يا عين عليك ووو يلا هلا يلا يلا هلو مريب يتعلم يلا 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 يلا